موسيقى قد لا نجازف عندما نصفها بجنة الله على الأرض ولنبالغ أيضا إذا اعتبرنا هارئة الأردن الوحيدة الحاضنة لغطاء الطبيعة المفترش على مسافة ثمانية ونصف كيلو متر مربع محمية دبين الواقع غربية محافظة جرش تأسست عام 2004 محتلة مكانة عالمية لاحتوائها على غابات لأسجار استنوبر إلى جانب باقة متنوعة من العشيبات النادرة والأسجار التي تتجاوز أعمارها مئات الأعوام فصل الربيع مختلف عندنا في دبين يمكن أن نرى المشاهدات الموجودة فيه كثير أزهار جديدة فيه كثير خضار حتى التنوع الحيوي الموجود عندنا تبين بهشته تبين جماله عندنا في محمية دبين إضافة أن محمية دبين تعتبر نقطة مميزة للتنوع الحيوي من ناحية أشجار ومتنفس للزوار الموجودين عندنا تاريخ عريق خطته إحدى الأشجار لمؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الأول يتضمن سردها لقصات العشق التي عاشاها معا في حقبة من الزمن الفن والإبداع وجمال الطبيعة عوامل دفعت العديد من طلاب المدارس إلى زيارة المحمية للسبر غور العلوم التي تلقوها بشكل نظري في مناهجهم الدراسية فالحقيبة التعليمية التي جهزتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مكنت الباحثين الشباب من إجراء التجارب على الغابات تتخيلي ثمانية بالعشرة فقط غطاء نباتي يعني قليل قليل جدا بالنسبة إنا فإذا إحنا ما حافظنا عليه وما نمينا هذا الروح عند الأجيال الجديدة الصاعد اللي هم طبعا شباب المستقبل وجيل الواعد فإذا ما تعلموا من هن صغار أنه يكونوا مكتشفين وعلماء وينمي عندهم هاي التسلوكيات أكيد يعني أنه إحنا أكيد رح نخسر لأنه هاي الخسارة بالنسبة إنا خسارة كبيرة إحنا سمعنا عن محمية الدبين فيها جغلات حلوة ممكن نسمع صوت خرير المياه وانتقالها عبر الأشجار فأجينا نسمعها بواسط السماعات ورحلة استكشافية نتعرف كيف تصنيف الأشجار وقياس حمودة التربة وأنواحها وأشكالها وطبقات التربة شفنا أنه هاي المحمية تتعرض لعدة مخاطر طبيعية بسبب الإنسان من الحرائق ومن التلوث قرابة 160 غزالا من فصيلة الأيل الأصمر تتواجد في محمية الغزلان التي شكلت قبلة سياحية للبلاد باعتبارها جزءا من اللوحة الفسيف السائية لدبين من رحم أكثر المحميات جفافا في العالم ولد الدبين الحاضنة لأسجار وغابات السنوبر والمربية لأندر الحيوانات عالميا رائد حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا محافظة جرش